الحياة في مناطق سيطرة ميليشيا أسد أصبحت قهراً لا يطاق وعجزاً وسط أزمات متلاحقة وصلت لمرحلة الموت البطيء إحصائيات وزارة صحة أسد كشفت عن تزايد حالات الوفيات وأعداد المصابين بالجلطات واحتشاء العضلة القلبية بين الشباب سببها الضغوط النفسية والمعيشية المتفاقمة التي أثقلت كاهلهم مدير مستشفى جراحة القلب بدمشق حسام خضر أكد لأوريانت أن عمليات القلب المفتوح والقسطرة زادت عن المعدل الطبيعي مؤخراً حيث يجري المستشفى نحو ألفي عملية قلب مفتوح وقرابة خمسة آلاف قسطرة قلبية سنوياً أكثر من نصفها من فئة الشباب الذين لم تتجاوز أعمارهم ثلاثين سنة الطبيب ياسر في مناطق أسد قال لأوريانت إن الأرقام السابقة تقتصر على مشفى دمشق فقط بينما الحالات المسجلة أعلى بكثير مشيراً إلى أن زحف المرض نحو الشباب يعود إلى أسباب كثيرة أهمها العامل النفسي الذي أنتجته الأوضاع المعيشية والظروف الاقتصادية لكن المضحك المبكي أن الجلطات لم تعد جوهر الأزمة بالنسبة إلى الأهالي بقدر تكاليف العلاج حيث تتراوح تكلفة مراجعة طبيب نحو ستين ألف ليرة أما الرنينو والطبقي المحوري فيصل في غالب الأحيان إلى أكثر من مليون ليرة كما أن معظم مشافي جراحة القلب في مناطق أسد مثل الباسل المعطل دائماً ومشفى دمشق وغيرها ترفض استقبال المرضى إلا في حال وجود واسطة قوية ما يضطر قسماً كبيراً من المرضى لإجراء العمليات في المستشفيات الخاصة مرتفعة التكاليف ليتحقق المثل القائل فوق الموت عصت قبر اشتركوا في القناة